كماليا كان في عندك مقاومة بالحقيقة الداخلية لعملية التحديث كان هذا الفشل عائد لأنك أنت ما عم تحاول تتحدث وكان في إجماع على هذا الموضوع كنت أنت عم تحاول تتحدث كان في عندك نخب موجودة في كل مكان عندك نخب بالمؤسسة الدينية مثل ما أن الانكشارية عارضت كمان التحديث بمراحل ما عندك مجتمع غير مهيئ لهذا الموضوع وعم تفرض أنت قوانين تحديث يعني لما أنت تجي بتعمل قانون مثل التابعة العثمانية مثلا اللي عم تحاول تساوي فيها ما بين المواطن ما في مواطن حتى ما بين الشخص المسلم والغير مسلم أنت عمين عم تلغي النظام الضممي طيب شو المبرر الديني اللي جبت من المؤسسة الدينية لحتى تعمل هذا التغيير ما في إجماع كان على هذا الموضوع كل لحظة كانوا محتاجين فتوى يعني والمشكلة أن الموضوع الحاكم في دماغه أنه هيبتدي بالأمون العسكرية فقط حلو ودل بس لنغيره حتى الأمون العسكرية فيها مشكلة بمعنى هنجيب واحد غير مسلم هو اللي يدرب المسلمين هل مسموح لنا شرعا بتلقي العلم أو التدريب على يدي غير مسلم في قصة شعيرة عن كلوب اللي كان هو المؤسس المدسط الطب في مصر بيجيبه محمد علي كلوب بيواجه مشكلة أن الطلبة طالب بيهينه فكلوب بيعمل محاكمة هذا الطالب اللي بيعتدي على المدرس بتاعه بس كلوب بي مسيحي والطالب بتاعه طالب مسلم فمش مسموح لكلوب بي أنه هو يشهد ضد اللي اعتدى عليه هم هيعقبوه وهيتصرفه بس هو شهدته غير مقبولة لأنه زمي كل دي المشاكل اللي بنواجهها قصة بيرنرد لويس بيذكرها على قضية العبودية مثلا ورفضها في الحجاز رفض التغيير فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر